موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة وصلنا الى سفر الاعمال والاصاح السادس في هذا الاصاح نرى ايضا صفحة غريبة من صفحات قصة الكنيسة حيث نرى رياء في الكنيسة وتزمر في الكنيسة حاول الشيطان كثيرا ان يهدم كنيسة المسيح بدأ محاولاته من خارجها ومن الداخل ايضا من الخارج كان هدومه من خلال السلطات الدينية اليهودية والسلطات السياسية والامنية الرومانية ومن الداخل رأيناه من خلال رياء حنانية وسفيرة ولم ينجح فيما مضى وهو يهاجم من جديد ومن الداخل من خلال التزمر والتزمر في معناه العام هو الغضب والتعصب والتعبير عن استياء وصخط وعدم رضا سواء بالنسبة للاشخاص او للمواقف وهذا ما حدث في الكنيسة الاولى اول حاجة سبب التضمر في اصرح ستة والاية الاولى من سفر الاعمال بيقول لنا عن السبب وفي تلك الايام استقاصر التلميذ حدث تضمر من اليونانيين على العبرانيين ان اراملهم كنا يخفل عنهن في الخدمة اليومية ما زالت حركة النمو الامتداد في الكنيسة تتزايد لا يذكر البشير لوقة هنا عدد محدد لهذا النمو في الغالب بسبب كسرته قدروا البعض بعشرين الف من الطبيع مع زيادة العدد والاحتياج الى الرعاية والمتابعة ولا السيامة للذين عندهم احتياجات خاصة ان يحدث نوع من القصور او النسيان او حتى الاهمال اصبح واضح انه ليس في استطاعة الرسل رعاية ومتابعة كل الناس حدث التضمر من جماعة المؤمنين من خلفية يهودية والذين يعيشون خارج اليهودية ويتحدثون اليونانية دول اللي كانوا بيلقبوا بيهود الشتات في مقابل عندنا المؤمنين اللي بيقيموا في اليهودية ويتحدثوا الارامية حس اليونانيون ان اراملهم كنا يخفل عنهن في العطايا المقدمة من الكنيسة ربما حدث نوع من التجاهل لاحتياجهن فلم يتلقينا حصة كاملة من الطعام اللي كانت بتقدموا الكنيسة لسداد حاجتهن لاحظ ان المجموعتين من نفس الخلفية اليهودية والان كلاهما في حظيرة الايمان المسيحي لكن يبدو انه عداء خاص كان في قلب العبرانيين تجاه اولئك اليونانيين لانه التلمود كان بيعلم من ضمن تعليم الغريبة ملعون من يعلم ابنه تعليم اليونانيين وفي الغالب كان القائمون على الخدمة عبرانيون فقدموا رعاية اكثر وعطايا للعبرانيات اكثر من اليونانيات لا شك تواجه الكنيسة اليوم اي كنيسة نوع من هذا التحدي ممكن يختلف شعب الكنيسة في خلفيته الاجتماعية والثقافية والعائلية او يختلف في المواهب الشخصية والسمات الفردية قدرات مالية كل ده بيخلق نوع من التحزب وسط الكنيسة اذا لم تتعامل الكنيسة بطريقة صحيحة وتواجه هذا التحدي طب داي خلينا نرجع ونشوف ازاي الكنيسة الاولى واجهة هذا التحدي مواجهة التزمر اية اتنين الاربعة كتب البشير لوقة هذه الكلمات فدعا الاسن عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملؤينا من الروح والقلس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة واما نحن فنواضب على الصلاة وخدمة الكلمة كانت بداية المواجهة هي رؤية هذا التزمر والعتراف به في الكنيس يحدث احيانا نوع من انكار المشكلات القائمة وده مش بيساعد على حلها الرسل رأوا انهم بسبب الاحتياجات الرعوية والتدبيرية الكثيرة ما عادش عندهم وقت كافي للصلاة وخدمة الكلمة وادرك الرسل من جديد اولوية دعوتهم وخدمتهم خلونا نعترف انه كثير من الرعاة لا يجدون الوقت الكافي للصلاة وخدمة الكلمة لانهم مشغولين بخدمات اخرى يمكن لغيرهم ان يقوموا بها محتاجين نتعلم من هذا المشهد الرائع في الكنيسة الاولى كان التحرك العملي انطلب الرسل من الكنيسة انتخاب سبعة رجال للقيام بخدمة المواعد هذه وهنا بنشوف الكنيسة لم تكن جامدة بل شافت ان شكلها الاداري لابد ان يتغير علشان يتوافق مع خدمتها الروحية وفتح الرسل الباب امام الاخرين للمشاركة في الخدمة والحقيقة كلمة شمامسة لم تارت في هذا النص لكننا مع الكاثرين الذين يروا ان هؤلاء تم اختيارهم لخدمة الشموسية واللي كتب عنها الرسول بولوس بعد كده بالتفصيل في تموساوس الاولى ثلاثة الرسل ترك امر انتخاب السبعة لبقية التلاميذ يعني لبقية المؤمنين هم اهتموا بوضع مواصفات خاصة لهؤلاء السبعة اول هذه المواصفات منكم اي من العبرانيين واليونانيين معا ثم يكونوا مشهودا لهم اي لهم سيرة حسنة بين مجتمع الكنيسة ويكونوا كذلك مملؤين من الروح القدس مع انهم اختيروا لهذه الخدمة وهي في الاساس خدمة تدبيرية هذا يعني ان كل من يشترك في عمل الرب ينبغي ان يكون ممتلئا بالروح ويجب ان يكونوا مملوين حكمة والحكمة مطلوبة جدا علشان يتعاملوا مع ناس مختلفين لديهم احتياجات مادية بعد انتخاب هؤلاء من الشعب يقيمهم الرسل ان يقوموا بوضع الايدي عليهم لتخصصهم ورسامتهم لهذه الخدمة وهذا ما تم فعلا والي بنقراء في اية 6 في هذا الاصحاح خليني افكر معاك في جانب اخر وهو سمر المواجهة اقصد سمر مواجهة التضمر في الايات من اية 5 الى 7 في اصح 6 يقول لنا عن السمر المبارك اللي حدث نتيجة هذه المواجهة الصحية فحسنا هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا مملوعا من الايمان والروح القدس وفي لوبوس وبرخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيكولاوس دخيلا انطاكيا الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الاياد وبعدين يضيف وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في اوريشاليم وجمهور كثير من الكهنة كانوا يطيعون الايمان الرسل واجهه التضمر مشكلة التضمر بطريقة صحيحة فكانت هذه النتائج الايجابية المباركة تم اختيار سبعة خدام جوداد ودول كانوا بالتأكيد اضافة مباركة لخدمة الكنيسة يلاحظ ان السبعة بيحملوا اسماء يونانية وده يعني هذا الاختيار اتسم في الجزئية دي بالحكمة فالرسل عبرانيون وهؤلاء الخدام يونانيون من اصل يهودي بالطبع الاستثناء الوحيد يمكن هو نيكولاوس اللي يبدو انه كان وسنيا من انطاكيا في الغالب اختوتن وصار يهودي وده يبس النوع من التكافؤ والتكامل ويحفظ وحدة الكنيسة ويجنبها شر لانقسام كما اشرت هذا الاختيار منح الرسل وقت افضل واكثر للصلاة وخدمة الكلمة وبالتالي كان هؤلاء السبع شركاء بطريقة غير مباشرة في خدمة ورؤية الكنيسة للكرازة والتعليم والصلاة اضف الى ذلك انه البعض منهم وبصفة خاصة استفانوس وفي لوبوس كانا موهلين لخدمة الكرازة واشتركاء بطريقة مباشرة في تقديم رسالة الانجيل وقمة هذا السمر سطروا البشير لوقة في آية سبعة كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أوروشاليب مش بس كده وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الايمان ومن حين الاخر الحقيقة البشير لوقة بيقول لنا على السمر اللي كان متكاسر ومبارك في صفحات الكنيسة الاولى لكن الجديد في هذه المرة هو اشارة الى ايمان الكهنة اطاع منهم جمهور كثير وامانوا بيسوع مخلصا وربا ويحصل بعض هؤلاء الكهنة بالالاف وده بيعتبر تحول كبير جدا تحول سلبي على ديانة الهيكل ويهوديته وتحول اجابي لصالح الكنيسة ورئيس كهنتها الاعظم شخص ربنا يسوع المسيح هؤلاء اطاعوا الايمان كان المشهد ربما امام الرسول بولس وهو بيكتب لنا في رمية خمسة واحد الذي به لاجل اسمه قابلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان في جميع الامم تذكر ان هذه الصمار كانت نتيجة مواجهة تحدي التضمر واجاد حل له ختام هذا الصمار حبيت آتي به كحاجة مستقلة وهو استفانوس استفانوس كان مملوءا ايمانا وقوة كان يصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب والحقيقة فيه رواية طويلة جدا عن استفانوس بتبدأ باصح ستة والايات تمانية الى خمسة عشر لكن اذكر بس فيه عجالة ان استفانوس كان واحد من السبعة اللي اختيره لخدمة المواعد لكن خدمته التسعت التسعت لخدمة الكرازة بالكلمة واستخدموا الرب كذلك ليصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب وصف قبلا في عدد خمسة بانه كان مملوء من الايمان والروح القدس وبسبب هذا المل كانت شهادته لقادة اليهود من اروع الشهادات المدونة في سفر الاعمال اسحح سبعة حتى ان هؤلاء القادة يقول الكتاب لم يجدوا ما يقومونه به في الاخر طبعا قتلوا واصبح بهذا اول شهيد في المسيحية يقف استفانوس امام مجموعة من المجامع ليس فقط مدافع عن اليمان المسيحي لكن ايضا بيعلن ان هذا هو الطريق الوحيد للخلاص بل وكان مهاجم لكل العوائد والتقاليد القديمة اللي ما كانش ليها قيمة اطلاقا لخلاص الانسان استفانوس في هذا المشهد وهو يحاكم يحق قول سيده في لوأة 21 من 12 الى 15 وقبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وتصاقون امام ملوك وولاة لاجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لاني انا اعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقوموها او يناقضوها وفي اللقاء القادم الاسبوع القادم بمشيات الرب هنوقف قدام المحاكمة محاكمة استفانوس ودفاعه بالتفصيل لكن احب بس اكتفي هنا بالاشارة الى ان الاحداث صارت بكيفية مشابهة لما حدث مع يسوع ما بين استفانوس وما بين يسوع واجه يسوع العديد من الجماعات والاحذاب اليهودية الكثيرة اللي رفضته زي الكتبة والفريسيين والكهنة والصدقيين والهيروليسيين كتار ولم تستطع ولم تستطع جميعها ان تصطادوا بكلمة او يقاوموا تعليمه وهنا استفانوس بيواجه مجموعة من المجامع المجامع دي كانت في اوروشاليم وكانت بتنتمي لاسماء البلاد اللي كون اليهود فيها رابطة تمثلهم في اوروشاليم زي الليبرتنيين دول كانوا في روما لكن كان عندهم مجالية في اوروشاليم القيروانيين دول كانوا في شمال افريقيا لكن برضو عندهم مجالية في اوروشاليم الاسكندريين دول في مصر كيليكية واسيا جنوب شرق تركيا كل هذه المجامع لم تستطع مقاومة الحكمة والروح الذي كان يتكلم به استفانوس نرجع للمقارنة مرة تاني بين يسوع و استفانوس لما فشل اللي كانوا بيحكموا يسوع اتوا بشهود زور ضده وقالوا انه هذا قال اني اقدر ان انقض الهيكل وفي سلاسة ايام ابنيه وبرضو حدث مع استفانوس دسوا لرجال يقولون اننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله شهود زور في الحالتين في اسناء محاكمة يسوع امام بيلاطس رؤساء الكهنة هيجوا الجمع لكي يطلق لهم بالحري برباس ومع استفانوس في اية 12 من اصح 6 هيجوا الشعب والشيوخ فقاموا وخطفوه واتوا به الى المجمع بعد محاكمة يسوع صرخ الشيوخ ورؤساء الكهنة والمجمع كله اسلبه اسلبه فاسلم بيلاطس يسوع ليسلب وده تقريبا نفس ما حدث مع استفانوس بعد خطابه وشهدته القوية صاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة ورجموه اخر شيء اطلق يسوع وفرانا لصالبيه يا ابتاء اخفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وهنا استفانوس يتمثل بالسيد جسع لرغبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة واسقال هذا رقد حب في الختاب اقول لك عزيز المشاهد لا تكن جزءا من التزمر بل كن جزء من الثمر كان فيه تزمر في اول الاصحاح صح ستة يمكن ان يكون فيه تزمر في اي كنيسة بس ما تكونش جزء منه خليك جزء من الصمر خليك ايجابي امر التاني شارك في رعاية شعب الرب في المسؤولية كبيرة زي ما كان الرسل ما كانوش قادرين وبالتالي ضع منهم وقت لخدمة الكلمة والصلاة فشارك في رعاية الرب حتى لو كنت اخ علماني اخت علمانية تقدر تشارك في عمل الرب تقدر تشارك في عمل الرب يبقى بتدي ايد للخدام المفرغي لهذه الخدمة لكي تكون مسمر تحتاج الاختبار فتكون ضمن المشهود ليهم والمملؤين من الروح والقدس والحكمة الحاجة الاخيرة كن مستعد للألم اذا جاء وبكده يبقى بتسطر صفحة في قصة الكنيسة فزي ما بقول باستمرار قصة الكنيسة لم تنتهي لكن كل واحد فينا بخدمته اللي بيقدمها لمجد الرب بيكتب في صفحة الكنيسة وكأنه بيكتب في سفر العمال استودعك لنعمة القدير يستخدمك الرب ويخرج منك صمر متكاسر لمجد الهناء والرب معك اشتركوا في القناة